أعزائي صباحكم سعيد مرتاني متواصلين بفقراتنا ببرنامج يوم جديد ولازلنا نتحدث عن الانتخابات انتخابات البلدية والمركزية اللي هي استحقاق دستوري راح تكون غدا إن شاء الله 15-8 لنحكي أكثر عن دور وزارة الشباب ويعني هناك دور كتير كبير ملقع على وزارة الشباب من خلال التوعية من خلال أيضا الدور اللي قاموا فيه بالجامعات مع مراكز الشباب المنتشرة في مختلف محافظات المملكة للحديث أكثر عن دور وزارة الشباب معنا اليوم بهالصباح الدكتور ياسين أهليل مدير الشؤون الشبابية في وزارة الشباب صباح الخير أهلا وسهلا فيه صباح الخير صباح الخير عليكم صباح الخير على الوطن صباح الخير على قائد الوطن صباح الخير على شبابنا اللي احنا بنعول عليهم كثير في هذا اليوم الوطني العظيم اللي بكرس قمة الديمقراطية الأردنية بكرس عمق مؤسسات الدولة الأردنية وقوتها إن شاء الله وأيضا معنا المهندسة سهى فريحات من مركز شابات جرش أهلا وسهلا فيك صباحك سعيد والمهندس معمر القرارة من مركز شباب الطفيل أهلا وسهلا فيك صباحك سعيد الله يساعدك الصباح الخير على السادة المشاهدين وعلى شبابنا في هذا الوطن الجميل اللي بيستعدوا غدا للعرس الانتخابي أو الاستحقاق الدستوري بالانتخابات للمجالس البلدية والمجالس المحلية إن شاء الله يعني بداية دكتور يعني مثل ماذا كازم كان فعلا وزارة الشباب عليها دور كتير كبير لأنه هاي الانتخابات قد تكون شبابية بامتياز بتوجهات سيدي صاحب الجلالة تخفيض سن المترشحين الناخبين تحث الشباب على المشاركة القيادة كل هاي يعني هاي مقدمات للوصول لانتخابات إن شاء الله تكون شبابية وأيضا تكون في مشاركة فاعلة من الشباب دوركم كوزارة الشباب والحملات اللي قمتوا فيها خلال الفترة الماضية الحقيقة بتعلمي أنه الشباب هم القوة المؤثرة وهي هم القوة النابضة في المجتمع والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي اللي احنا كلنا بنتأمله الشباب كان لهم دور كبير من خلال وزارة الشباب من خلال بالدرجة الأولى اشراكنا للشباب في كثير من القرارات اللي بتخصهم بدءا من موضوع المشاركة في الانتخابات اللامركزية والبلدية احنا كان لنا دور كبير في وزارة الشباب من خلال دعم وتمكين الشباب بشكل جيد جدا تدريبهم تأهيلهم دعم المبادرات الشبابية جيش من المتطوعين أعدتهم وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية كمان للمشاركة في تعزيز واستقطاب الشباب للمشاركة في الانتخابات أيضا لابد من جانب تدريبي في كسب التأييد والدعم في أيضا موضوع الحملات وإدارتها كان دور كبير للأمانة لمراكز الشباب المنتشرة في المحافظات ولمجالس الإدارات الموجودة في مراكز الشباب والشابات اللي خصوصا في المحافظات ودعم الشباب ودعم المرأة في الوصول إلى صناديق الاقتراع وأيضا تكريسا لأنه أصلا قانون لا مركزية هو بالدرجة الأولى هو صديق للشباب وصديق للمرأة نعم يعني طبعا نحكي كمان أيضا عن دور المرأة ودور الشابات تحكي لنا عن دوركم في مركز شابات جرش أنت كمتطوعة في المركز إيش الحملات اللي قمتوا فيها النشاطات اللي مارستوها خلال الفترة الماضية لتوعية الشباب والشابات تحديدا للمشاركة في الانتخابات يعني كمترشحات وأيضا للناخبات سمحيلي في البداية أني أهنأ سموه الأمير الحسين على التخرج من كوليد سنترس العسكرية وطبعا لنا فيه القدوة في الشباب لأنه يعني هو الشاب الأول دائما رافع اسم الأردن عاليا وقائدنا للأمام يعني محفزنا يعني معطينا الطاقة الإيجابية من خلال رعايته لجميع المعسكرات وأكثر من مرأة بيجيه وبيستطحنا المعسكرات يعني وبيشرف عليها فإنه بدنا نحكي لو نحكي عن مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية أو في الانتخابات المركزية القادمة إحنا في مراكز الشابات عملنا ورشات حوارية فوكس جروبز بتتكلم عن أهمية مشاركة المرأة وعن فعاليتها في هذه العمليات الانتخابية طبعا استضفنا ناس من صناع القرار نواب صحفيين أعطونا تفاصيل أكثر عن هذه الانتخابات أهمية مشاركتنا فيها طبعا لو ننظر للمرشحين بنشوف كمان أنه فيه فئة كبيرة من الشباب وفيه نسبة إناث ومشاركة نسائية بنفتخر فيها وإن شاء الله تكون دعم إلنا وقوة للمرأة في هذه الانتخابات كيف لاحظت إقبال المرأة على هذه الانتخابات؟ طبعا من خلال الجلسات اللي إحنا بنعملها في المركز بلاحظ أنه فيه زيادة يعني سنة عن سنة مشاركة المرأة وخلينا نحكي ربة المنزل بالذات في أنها تشارك معنا في هذه الجلسات وتيجي وتحضر هي وأولادها يعني معنا في هذه الجلسات فبلاحظ أنه فيه تطور وفيه وعي عم نوصل يعني لفئة كبيرة من نساء المجتمع خلينا نحكي أنه مجتمع جرش يعني شوية ممكن نحكي أنه يعني مهمش شوية بالنسبة للرعاية بالنسبة للمراكز الشابات وهيك بس أنه قدرنا نوصل أكبر فئة يعني إحنا نطمح أن نوصلها وإن شاء الله العدد في زيادة إن شاء الله مهندس مع مرأة يعني من خلال مشاركتكم ومن خلال تطوعك في مركز الشباب وأيضا يعني نحكي عن الطفيلة نحن نحكي عن المحافظة الأبعد عن المركز بالجنوب كيف كان إقبال الشباب كيف لاحظتوا وخصوصا كمان تركزنا على نشاطات اللي قمتوا فيها خلال الفترة الماضية لأنه مش بس بهمنا نشوف مترشحين وناس نازلين لحتى يكونوا موجودين في هاي المجالس لكن أيضا بهمنا نشوف ناخبين عم بتوجهوا إلى مراكز الاقتراع ست في البداية خلينا نحكي أنه فكرة العملية الديمقراطية متجذرة لدى المراكز الشبابية والمديرات الشبابية في المملكة كافة من خلال الهيئات العامة والهيئات الإدارية والمجالس الإدارية بحيث أنه الشباب بشاركوا في الانتخابات كناخبين وهم أنفسهم أيضا مرشحين لشغل هاي المناصب الثانوية هي مناصب إدارية مناصب هيئات عامة لخدمة الشباب أنفسهم في المحافظات والمراكز بالإضافة لنقطة أخرى وهي مبادرة وطنية مبادرة عربية وهي البرلمانات الشبابية البرلمانات الشبابية اللي بتعزز لدى الشباب كثير من المفاهيم الديمقراطية البرلمانات الشبابية كانت عبارة عن مبادرة وعرس وطني مصغر تعليم الشباب كيفية إدارة الحملات كيفية إدارة حملات كسب التأييد إصدار البيانات الخطابات كيفية إدارة العرس الوطني الانتخابي يوم الانتخابات ما قبل الانتخابات ما بعد الانتخابات طبعا هذه المبادرة كانت مبادرة أردنية ووطنية وكذلك على المستوى الوطني العربي كان لها صدى وأثر كبير لدى الشباب في غرس مفاهيم الديمقراطية وتنمية الشخصية لديهم بدأ خطوة على مسيرة الديمقراطية بالنسبة للشاب الشباب اليافعين بالأخص حتى في المستقبل القريب لما يترشح للانتخابات النيابية للمجالس المحلية المجالس البلدية يكون عنده فكرة وصورة وتصور عام كيف أنا أدير حملتي أنا كيف أكسب تأييد الناس اللي حولي كيف بدي أخدمهم كيف بدي أدير العملية كيف بدي أكون شاغر هالمنصب بأفضل ما يمكن نعم يعطيكم ألف عافية أيضا دكتور كان لكم نشاطات مع طلبة الجامعة ونحن نركز على طلبة الجامعة لأنه منهم تبدأ بدرة القيادة وإعداد شخصية شباب قادرين على أنهم يكونوا قيادين في المستقبل النشاطات اللي قمتوا فيها كوزارة شباب مع الجامعات حقيقة تعلم أن الشباب هم ثلثة المجتمع وبالتالي الفئة الشبابية الموجودة في الجامعات الأردنية أيضا فئة مهمة جدا الآن الإحصائيات تتحدث عن ما يقارب أربعمائة ألف شاب وشابة في الجامعات وبالتالي أيضا قطاع الجامعات كان محل اهتمام ورعاية وزارة الشباب من خلال العديد من ورش العمل التشاركية مع الجامعات الأردنية اللي كانت بتركز على التعريف بقانون الانتخابات المركزية وماهيته وآليات تحفيز مشاركة الشباب في الانتخابات القادمة الآن نحن بالتشارك أيضا مع وزارة التنمية السياسية عقدنا مؤتمرات وندوات كل الهدف منها هو تحفيز الشباب ودعم مشاركة الشباب أيضا في الانتخابات الحقيقة جولتنا على الجامعات كانت للأمانة جولة يعني غاية في الأهمية وفي نفس الوقت تركت أثر طيب ومشاركة فاعلة أيضا من الشباب في الجامعات لأنه الانشطة اللامنهجية واللاصفية مهمة جدا في سقل شخصية الشاب الجامعي واشراكه في الحياة العامة أيضا غاية في الأهمية نعم أيضا حملات كسب التأييد اللي قمتوا فيها يعني أنتو كان فيه نشاط ملحوظ وواضح من الانتخابات النيابية لليوم لي أيضا تجريع وتوعية الشباب بهاي الانتخابات بأهميتها بالإجراءات يعني أيضا كمان المهام اللي بيقوموا فيها المجالة سواء كان لمركزية أو البلدية في الحقيقة دائما أنا بحب أؤكد على دور مراكز الشباب والشابات واللي هي بتمثل الذراع الرئيسي لوزارة الشباب وهي منتشرة في المحافظات والقرى والأرياف والبوادي مراكز الشباب مراكز نموذجية بتمثل بيئات داعمة آمنة وحاضنة للشباب بشكل جيد جدا عملية إشراك الشباب في العملية الانتخابية هي للأمانة يعني تكريس عريق في وزارة الشباب من خلال جملة من الممارسات الديمقراطية اللي احنا بنمارسها في المراكز الشبابية بدءا من الاستماع والحوار وتفويض الصلاحيات واحترام الرأي والرأي الآخر حملات كسب التأييد والدعم لم تبدأ من فراغ وإنما بدأت من حيث إعداد الشباب تدريبهم تأهيلهم مهارات كسب التأييد والدعم التخطيط لإدارة الحملات الانتخابية جل هذا الموضوع كان على مدار الستة شهور الماضية وكان للأمانة جهد كبير حتى للعاملين في المراكز الشبابية والزملائنا في مدريات الشباب في المحافظات ولم يتوج هذا الشيء إلا بالمشاركة الشبابية الحقيقية لأنه جل اهتمامنا في وزارة الشباب وهم الشباب بدون الشباب بدون الاستماع للشباب بدون الإصغاء للشباب بدون احترام أراء الشباب لن نستطيع أن نعمل في وزارة الشباب لذلك هذا نهجنا في وزارة الشباب نحن هدفنا الشباب نعمل مع الشباب ومن خلال الشباب نعم يمكن هيك بعجاري ما ذكر دكتور المراكز الشبابية دوركم بكرة شو سيكون في المركز شعبات جراش طبعا الوزارة مشكورة يعني احنا في عنا المعسكرات بنتطلع لمحافظات ثانية ولكن ارتأت الوزارة خلال هذا اليوم ان المعسكرات تكون داخلية كل شباب في نفس محافظتهم لان طبعا مش أباب محافظة هم أدرة في وضع المحافظة أدرة في مناطقها ويقدر يكونوا داعمين أثناء الانتخابات ميسرين لهذه الانتخابات يساعدوا الناس يحفزوهم ويشاجعوهم على ذهب صديق الاقتراع وإدلاء بأصواتهم وحفزوهم على المشاركة السياسية بشكل عام وهم وأنفسهم كمان اللي فوق سنة 18 كمان لهم صوتهم ان شاء الله شو رح تعملوا مهندسة معمر في مركز شباب الطفيلة بكرة في يوم الانتخابات صراحة رح نكمل ما تدأنا أولا سنحكي المؤسسات الرسمية وغير رسمية ثقتها بالشباب كانت وبحمد الله في محلها كونهم أوكلوا إليهم كمتطوعين أو غير متطوعين أيضا عملية إدارة الحملات الانتخابية عملية إدارة الانتخابات نفسها المراقبة الانتخابات غدا هو دليل أيضا على نزاهة الانتخابات وعلى سلاسة سير عملية الانتخابات غدا أيضا هي تعطي نقطة وبصمة في مسيرة بناء الخبرات لدى الشباب لأنهم في المستقبل القريب رح يكونوا مرشحين سواء لها المجالس البلدية أو المحلية أو الانتخابات النيابية فبالتالي هي تعطيهم نقطة إضافية أنه كيف يتم العملية كيف يتم إدارة العملية من الألف إلى الياء الحقيقة أحب أن أعرج على معسكرات الحسين للعمل والبناء والتي هي برعاية سيدي ومولاي ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله معسكرات الحسين لهذا العام جاءت بحلة جديدة بمحتوى برامجي جديد ونوعي بإضافة حتى بالكم في هذا العام تم رفع نسبة عدد المشاركين إلى ما يقارب مئة بالمئة في العام الماضي تقريبا استهدفنا ما يقارب عشرين ألف شاب وشابة وفي هذا العام الرقم المستهدف بالنسبة إلى ما يقارب أربعين ألف شاب وشابة المعسكرات لمدة ثمانية أسابيع في الأسبوع الرابع تقريبا تجاوزنا العشرين ألف شاب وشابة ومع نهاية الأسبوع الثامن قبل واحد تسعة إن شاء الله تعالى قبل دوام العام الدراسي راح نتجاوز الرقم أربعين ألف شاب وشابة المهم في هذا الموضوع أن المحتوى البرامج لهذه المعسكرات تم تصميمه بشكل مشوق وجاذب للشباب وفي نفس الوقت يغطي مراحل النمو طبقا للفئات العمرية اللي احنا نستهدفها في معسكرات الحسين طبعا موضوع الانتخابات المركزية والبلدية كان على جدول أعمال معسكرات الحسين للعمل والبناء إن شاء الله يوم غدا معسكرات الحسين سوف تنطلق من بيوت الشباب الموجودة في المحافظات لتشجيع الشباب على المشاركة ومساندة ودعم الشباب للوصول أيضا إلى صندوق الاقتراع وتحفيزهم ودعمهم للمشاركة والمشاركة الحقيقية اللي بتمثل الشباب وتمثل رؤى الشباب وبتمثل اختيار قيادات شبابية مناسبة وكفؤة حتى يكون القرارات اللي تصاغ فيما بعد هي صديقة للشباب ومناصرة للشباب لأنه المستقبل للشباب بدي أشكركم يعطيكم ألف عافية وجودكم طيبة في وزارة الشباب وأيضا في مراكز الشباب والشابات يعطيكم العاكي شكرا لحضوركم معنا بها الصباح شكرا لحضوركم